زمالك بقى داخل الموسم وهو مش مطمن جمهوره مية في المية. اه المستوى في تحسون كسدت السوبر الافريقي خسرت بصعوبة في السوبر المحلي. انما لسه عندك مشاكل في الفرقة فنية. جميز الناس مقتنعة بيه. وانا شايف ده من خلال معرفتي بالناس جوه النادي او بره النادي. الناس حباة. الناس مش شايفة ان هو مدرب خفيف ولا لا شايفين ان هو مدرب عنده حاجة. لكن ستل فرقة فيها مشاكل فنية. فتدخل الموسم ده وانت عامل ازاي? هو يبني على تفاصيل النادي الاهلي. انت تكسب السوبر الافريقي من النادي الاهلي. ده دفع معناه الكبير قوي. وهو اصلا عمل هوية يعني. جمش كده 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 باللعب اللي هو السيستم اللي بلعب بيه. وانه بيعمل المسلسات ويباصي وبيفتح الجابعة. بلعب كرة حادثة وبيبالد من تحت. عمل هوية النادي الزمالك. وبانده في تفاصيل كتير في في مطشاط النادي الاهلي بالذات في الدوري او في كاس السوبر الافريقي او في كاس مصر اه اللي كانت السعودية برضو. اه. لا هو بتفاصيل. ماشي. انما هو مع معوش الادوات الكافية ان هو يكمل بها المناسبة. صراحة. ليه ما كملوها لوش? ليه? بجد انت بتسأل? اه والله ما انت جبت صفاقات. يعني ليه ما كملوش? اه. ده دفعين مليار جنيه. غرمات. اي وقت. ماشي? ما انت جبت العيبة? اي وماشي بالصوى انا جبت اللعيبة اه يعني. يعني انت في مراكز ما ينفعش تدخل الدوري من غيرها. واحد ستة مسلا زي ما انت بتتكلم. اول حاجة يا. جنح شمال ابن حلال. مم. ستة قوي. مسك كويس. اه طبعا طب. طب انت التلاتة دول ما ينفعش ما تدخلش الدوري من غيرهم. ما جبتش للتلاتة دول. هو كان الاعتماد شوية المدرب كان في تفاصيل زياد كمال كان هو ممكن هو عايز زياد. الا دراكت عايزك تجيب حد تاني غير زياد هو ما. هو لكن عايز زياد? اه طبعا. اه والله. انت بتأكل معنوم. الله العظيم بجد. طبعا شايف ايه في زياد. ايه? شايف ايه في زياد. زياد لعب كواس قوي بس هي هو مشكلته شخصيته. وشخصته برا الكورة مش قادر يخش جوه المنظومة. اه. انما كاميكانيات ستة عنده حيات بس مغدود. هو مغدود لحد للوقت اه? اه. اه. الدخلة بتاعته مش احسن حاجة. غير شحاتها. اه. شحاتها بايع قلب. باين ان هو الشخصية. اه. فمش فارق معنا دخل دخل بفرعته. اه. لكن زياد. اه. زياد لسه منطوي بس عنده عنده كتير. ده بجد. ممكن لما يكبر. والصفقة كمان تهز يا صلاح يا صفقة. بالضبط كده. الصفقة تهز جامد انك فلوس كتيرة واعارة. وفيه بنود اه تدحك الناس اصلا عملت الناس تدحك عليها ان انكت كنفدرالية ايه ان بياخد ايه ان بياخد ايه ان بياخد ايه ان بياخد فالناس هو اكيد بيوصلوا كل الكلام ده. تماما. فانا حاسه مش سهل انه يدخل قوي يعني. ما يسبقات صعبة شوية. صعب. عدم سكاة الجمهور بيه والتفاصيل دي شوية تأثر عليه انه يندرك جوة تيم. حيلا. بس جومش عنده عنده اه تفاصيل كويسة خططية في انا بالنسبالي في في نص الملعب بيعرف يستحوز على الكورة بيبهدل اي حد. هو بيكسب النادل اهل بتفصيلة واحدة. اي من الونجين بيخش تحت مروان ما بين مروان والمساك. مروان حمدي. مروان عطية. مروان عطية ورام ربيع او ياسر. هنا هنا على طول بيكسب من الموضوع ده. يعمل يبدأ من تحت طبعا ككده عبدالله عامل اساسي من تحت من نص الملعب بينزل ستة او تمانية لازم الكورة تروح له. في الشق الهجوم بقى في هو بيدور على اي خط ما بين الخطوط اي اي مساحة فاضية زيزو خش فيها. مصطفى شلبي ناصر يسحب نفسه ناصر مار يسحب نفسه روح هنا يعمل كرة بينية الجزيرة او على اللاينز تتعمل باك باس او اوفر بيعرف في شكل حاجة كويسة وبيستحو زيون السلم عبدالله كويسة. ماشي يقدر بقى يعمل ده. في الدوري الطويل. وعنده كونفدرالية. عايز حلول. وعنده كاس. عنده. عايز حلول. عايز حلول. عايز حلول وعايز لعيبة. انت خلاص انت ما فيش. يعني انت خال انت راح منك دونجا وشلبي ربنا يفكر بوم الكابتن عبو واحد. راح منك دونجا وشلبي. تخيل انت من نادل اهلي لو ما معكش مسا انا كابتن عادل معكش اه مران اه وامام عشور. وما معكش كابتن سلية قاعد برا. نادل اهلا يخش الماتش عامل ازاي. او يخش دورة عامل ازاي. فيه? طبعا. طبعا. انت فهم الموضوع يعني انت ولا عندك دكة كويسة تحل المشكلة دي انت بتاخد من سوري يعني عد غنمك. ام. انت بتاخد اتنين. مع اساسيين. اه. فالدنيا صعبة شوية. محتاج محتاج. وحتى افن اللعبة النشئين اللي جربهم. لسه شوية يعني. لا شويتين تلاتة. لا. ما يعودوش. ما يعودوش? ما كلها بقت استثماري تحت. والله. استثماري. طبعا. استثماري. استثماري بطريقة سلبية. يعني مثلا اه سوري يعني. مقاول يبقى مع الشوات فلوس. اه. يروح يشتري الفرقة دي ويدارها ويبقى متحكم فيها. او يشتري قطاع ناشئين. بس ده بيحصل في اندية كبيرة? ما عرفش. طيب. بيحصل في اندية صغيرة. بيحصل في كل حاجة. بس انا ما عرفش التفاصيل بزا. انت. اه منك انت. بس. عايز منين? عايز فين كوالاتي لعيبة بقية. طب ما انت شفت محمد السيد اللعيب مش وحش. مش مخدود. كويس كويس. مطش اهلي. عن كويس اهو بصراحة. اهو الله يعني. فجأينك مستوي بصراحة. اي يعني. فجأينك كلها. في الماتشوط الكبيرة دي سلاحزوا حد دي. صح. يتحرقك انت كلعيب. صح. يتنجمك خلال. صح. فانا شايف محمد سيد اواني جح في دي. اه. زياد زياد كمال اه دي اتخذت منه بشكل كبير. خلاص. مع انه صفقة. اه. وصفقة مع احترامي يعني لنادي الزمالك انا يا صلاح مش مش هستنى على مش هزبر على صفقة. لا مفيش حد بيزبر. يعني زمالك واهلي انا عايز لعيف فت جاي يكسبني بطولة. اركب الفيش هينور. بس كده. انا مش هعد استنى. انا مش هعد استنىك انت اتفوق امتى والكلام دوت. وانا محتاجة. لا اركن يا باش نشوف حد تاني ينور. او الله هو كل اندية دي شدة معناش عزيز يعني. نجاح نجاح من بس دي برضو طريق التفاوض يعني يا جماعة الناس اللي بتتفاوض تجيب لعيبة? انتو فين? ولا دماركو فين? ولا بتتفاوضو ازاي? ولا بتعملو ايه? اه. معنوعة بيحسبها كابتن ممكن اعطعك انه هو زي اك انك بتلعب بوكا. ماشي. اه اللي هو انا جاي بزياد كمال منتخب اه اولمبي. اه. عنده بطولة فرنسا اولمبيات. اه طبعا بيلعب في نادي الزمالك او بيشارك او بيبدأ. موجود. ماشي. فعنده الاولوية ان هو يزهر بمستقى كويس مع المتخب الاولمبي. فلو انت جيت حسبتها للزياد. لو قدى بمستقى كويس. وهو جاله ايا كان عرض احتراف منها. مش عيب يا. اه. هو عيب والله حرام. يعني انا زياد لعب عنده واحد وعشرين سنة عنده اولمبيات. اه. وجايله النادي الزمالك كده كده قريدي جايله زمالك. اه. فهو لو اشتراه. لو اشتراه على طول عقد نهائي. عقد نهائي. ممكن هو يخسر. اه. تمام. فهو اه قلل من مبلغ جزء معين ممكن تلته. اه. واخد سبعين في المية بطريقة معين على تلات سنين. اه. تلات سنين دول هو زياد لو كان كويس مسلا في الالمبيات وبعد كده شاركه ورجله في الملعب ما اكيد هتقول صفقة كويسة لو ببع بمليون ونص دولار ولا اتنين مليون دولار عادي. اه. المشكلة. بتبقى مجاسفة لحد ما.